السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى التمرين من درس الاريثميتيك دون 1 بالنسبة للتخون كومان سيونس مزيان يعني هو الدرس الأول بطبيعة الحال اللي عندكم في جدا مشتركة علوم هذه الأهم هذا إن شاء الله بالنسبة للتمرين حدد الأعداد الصائحة الطبيعية 1 التي تحقق 1 ناقص 2 تقسم أو لا يقسم 1 ناقص 1 زائد 5 بحيث طبيعة الحال 1 أكبر قطعا من 2 طبيعة الحال هذا السؤال بالفرنسي وقاله هو determine the number natural n que verifiée n moins 2 divise 1 plus 5 talque n superior strictement 2 مزيان هذا السؤال باللغة الفرنسية هنا بالنسبة للسؤال أريد أن تلقشناهم الأعداد n بحيث إن ناقصه كتبون كتقسم n زائد 5 أعطيك مع الأexample مثلا إن نجرب سنة بشدة n كي ساوي 10 سأخبر عندي 10 ناقص جوج تقسيم ماذا ندرسان أخذت n كي ساوي كي ساوي 10 سأخبر عندي 10 ناقص جوج تقسيم 10 زائد 5 ماذا هذا هذا صحيح؟ 10 ناقص جوج هي 8 واش 8 تقسيم 10 زائد 5 التي هي 15 هذا شيء طبيعة الحال غالط يعني إن لم يجب أن يساوي 10 نحن نريد الأرقام التي إذا عوضناها في هذه البلاصة سأقول أن تقسم لي هذا العدد الذي هو n زائد 5 ماذا هذا ما نريد؟ هذا هو أول تمرين الذي يوجد هنا أنا أريد أن تفهموا غير على ما نقلب هنا في التمرين جيدا ما هو المعنى ن ناقص جوج تقسم n زائد 5 ما تعني؟ ما تعني عدد؟ تقسم عدد يعني من ما نقول ننطق نمرة يعني في حال ما ضدنا ن نقول بثمانية يقسيم يقسم 24 ماذا نقصد بها؟ نقصد بها أنه كان وحد العدد آخر كان وحد العدد آخر three إذا ضربته في 8 سيجلقى هذه 24 هذه اللي عنده هنا يعني إذا خذت 8 و إضربته في واحد العدد ك سيجلقى العدد آخر الذي يقسمه الذي هو 24 طبع حال في هذا العدد كان يكون ك تساوي 3 مزيان يعني سنكتبوا هذا الشيء عندنا هنا. لدينا ناقص اثنان يقسم يقسم ن زائد خمسة. ما تعني؟ تعني أنه يوجد عدد كا والمهم يسموه اسمية التي تريد أن تنتهي. طبيعية الحال هذا العدد هو عدد صحيح طبيعي يعني من المجموعة ن بحيث إذا ضربت هذا الكا هدف ن ناقص جوج سنلقى ن زائد خمسة. يعني ن زائد خمسة سنلقى كا في ن ناقص جوج. هذا هو معنية الائها كيفما كتبنا هنا 8 تقسيم 24 يعني كان 1 كا نتعمل لن بحيث إذا ضربت هذا الثمانية سنلقى ونلقى 20 ، مزيد. ما يعني هذا الشيء كيفما قلنا ن زائد خمسة سنلقى كا في ن ناقص جوج. يعني في حالة لدي ن زائد خمسة على أنقسم الطرفين المعادلة لن ناقص جوج على ن ناقص جوج سنلقى كا تساوي لي كا تساوي لكا. يعني عندي N زائد خمسة لن ناقص جوش كتساوي 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 بطبيعة هذا الكهده هو عبارة عن عدد صحيح صحيح طبيعي ما سنحاول نفعل؟ هنا سنحاول نرى تفكيك لنفعل N زائد خمسة لكي نجد أحد الإختزال محدد ما سنفعل؟ هذا زائد خمسة اللي عندي هنا سنبدل لها الكتابة زائد خمسة يمكن نفعل هي ناقص 2 زائد زائد سبعة ناقص 2 زائد سبعة هي خمسة مفسها لماذا صارت ناقص 2؟ لكي تقول عندي N ناقص 2 بحال ذلك اللي عندي هنا في المقام يعني هذا الشيء يكافئ يكافئ أن N ناقص 2 زائد سبعة على N ناقص 2 تساوي كتساوي كتساوي يعني عدد صحيح صحيح طبيعي براسة لما نكتب هذا التساوي كتساوي كتساوي يكافئ أن N ناقص 2 زائد سبعة على N ناقص 2 عدد من عدد عدد من N يعني عدد صحيح طبيعي صفين؟ من بعد سنحاول نقسم هذه على هذا المقام اللي عندي هنا يعني في حال لغة تقول عندي N ناقص 2 على N ناقص 2 زائد سبعة على N ناقص 2 عدد من N يعني عدد صحيح طبيعي أو ينتمي إلى N طبيعة الحال N ناقص 2 على N ناقص 2 هي واحد يعني أتقول عندي واحد على سبعة على واحد زائد سبعة على N ناقص 2 ينتمي إلى N صفين؟ ما يعني واحد زائد سبعة على N ناقص 2 ينتمي إلى N؟ طبيعة الحال الواحد الواحد راح بينك ينتمي إلى N صفين؟ بينك يعني ما الذي سيجعله هو ينتمي إلى N؟ حتى العدد هذا اللي عندي هنا سبعة على N ناقص 2 سيكون ينتمي إلى مجموعة N هذا نكتبه هنا يكافي يكافي طبيعة الحال أنه سيجعله يكافي يكافي أو يعني أو المهمة لحسب إكيفالون أو شيء حاجب على كبه فرنسي يكافي أن سبعة على N ناقص 2 عدد صحيح طبيعي عدد صحيح طبيعي أو لا ينتمي إلى N صفين؟ ينتمي إلى N مزيد ما كنت تعني سبعة على N ناقص 2 عدد صحيح طبيعي؟ طبع ما الذي سنقول لك هنا؟ ما الذي سنقول لك؟ خمسة على جوج ما عدد صحيح طبيعي؟ هذا طبيعة الحال لا لماذا؟ لأنه جوج لا يقسم خمسة صفين؟ إذا لم تكن عدد صحيح طبيعي ولكن إذا كنت لك ستة على جوج ما عدد صحيح طبيعي؟ ستقول لي لماذا؟ لأنه 2 يقسم يقسم 6 يعني إذا أردت هذه السبعة على N ناقص 2 تكون عدد صحيح طبيعي يجب أن تكون عندي إذن يجب أن تكون عندي N ناقص 2 وهو المقام تقسم 7 صفين؟ يعني خصيح طبيعي تكون إن ناقص 2 تقسم لي 7 وما هم القواسم 7؟ القواسم 7 غير جوج حيث 7 عدد أولي لديه جوج دل القواسم بالضبط ما هم القواسم دلو؟ هما 1 و 7 يعني بما أن إن ناقص 2 تقسم 7 يعني لك إن غير جوج دل الإمكانيات إن ناقص جوج تقدر تساوي لي 1 أو إن ناقص جوج تقدر تساوي لي 7 صفين؟ سألقى جوج دل المعادلة بساط سنزد جوج في الطرفين هنا سنزد جوج في الطرفين هنا سأقول لدي N ناقص جوج زائد جوج تساوي 1 زائد 2 و N ناقص 2 زائد 2 تساوي 7 زائد 2 اللي هي سأعطيني هنا سنحيط العدد المتقابلين سأقول لدي N تساوي 3 و N تساوي 9 يعني لكي تكون N ناقص 2 تقسم N زائد 5 كان في احتمالين فقط لهم N تساوي 3 و N تساوي 9 إذا أريد أن تتأكد هنا سأقول لدي سأقول لدي 3 ناقص 2 تقسم 3 زائد 5 سأقول لدي 1 يقسم 8 مزيان بالنسبة ل N يساوي 3 لدي هذا الشيء هذا صحيح نجرب دل المعادلة بالنسبة ل N يساوي 9 سأقول لدي 9 ناقص 2 يقسم 9 زائد 5 يعني بحل ما سألقى 7 يقسم 9 زائد 5 وهي 14 و بطبيعة الحالة هذه سألقى 7 يقسم 14 لأن 14 مقسم على جوش تساوي 7 هذا هو التمرين الذي لدينا في هذا الحالة هذا بطبيعة الحال التمرين من قبيعة الحالة أو قبيعة القسمة هذا هو التمرين سترى إن شاء الله بالنسبة للعام الجديد الذي ليس للشعبات العلومة الرياضية في الغريتمية في الزائد مزيان أتمنى لكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء الذي لدينا في التمرين ولا فيديو آخر إن شاء الله والله يسر لكم الأمور